ما أن سنحول البلوك الذي على يسار الشاشة إلى الذي على يمين الشاشة في البداية يجب أن تعلم أن الينيار بيرينج يتكون من الجسم البلي القديب المجرى العلوي والمجرى السفلي وقطعتين لنهاية الجسم الآن سنقوم بسيانة الينيار بيرينج خطوة بخطوة الخطوة الأولى أحضر قطعة من المعدن مثل هذه تكون مناسبة لإخراج البلوك كما ترى في الشاشة هذه القطعة تساعدنا على إخراج البلوك بدون إسقاط البلي كما تشاهد لم يسقط أي بلي بعد ذلك نقوم بتنظيف البلوك جيدا في مكان لا يسقط منه البلي بعد التنظيف نقوم بتركيب البلي الجديد أو القديم اسكانة سليم بهذه الطريقة سنبدأ أولا بالمجرى السفلي نضع البلي ثم نضغط ليدخل البلي مكانه مرة أخرى كما تشاهد في الشاشة نكرر هذه العملية عدة مرات حتى الانتهاء من ملء المجرى السفلي بالبلي ثم نختبره بأنه سلس الحركة كما ترون في الشاشة بأن البلي يتحرك بسلاسة كما تشاهدون هذا الدونستريم يتحرك بسلاسة بيدك كما ترون بعد ذلك نقوم بالتشعيم وذلك لتثبيت البلي لكي لا يزقط عند تركيبه على الريل وفي نفس الوقت نقوم بتشحيم البلي ليكون سلس الحركة على الريل الآن نركبه بهذه الطريقة بهدوء ندخله مرة أخرى على الريل كما ترون في هذا سنجد أن الشحن ساعد على عدم سقوط البلي وأن البلية لم يسقط منها أي بلي كما ترون ثالث الحركة شكرا للمتابعة